الى ذلك يستعد الجيش السوري بالتوازي مع قصفه المتواصل على المسلحين في القلمون الى المرور للمرحلة الثانية وهي الهجوم البري لتأمين المناطق السورية الوسطى في الاثناء اعلن محافظ حمص تمديد الهدنة الانسانية لثلاثة ايام لادخال المساعدات وخروج المدنيين المحاصرين بينما تتجه كل المؤشرات لان الجيش السوري يعد لمعركته في القلمون من يبرد رغم ان عملية الهجوم لم تبدأ بعد يتواصل قصف القوات السورية للمسلحين منذ يومين بما اشارت تقارير صحفية الى ان المرحلة الاولى من المواجهة ستقتصر على القصف لانهاك المجموعات المسلحة في غضون ذلك ذكرت مصادر المعارضة ان واترة النزوع تساعدت من مدينة يبرد في ريف دمشق ويعد الهجوم على يبرد بحسب المراقبين احدث خطوة في حملة للجيش السوري لتأمين المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا وتعزيز السيطرة على وسط سوريا من العاصمة دمشق الى الساحل وفي حمص ذكر محافظ المدينة طلال البرازي انه تم تمديد وقف اطلاق النار لثلاثة ايام اعتبارا من اليوم لافساح المجال امام خروج باقي المدنيين المحاصرين منذ اشهر في المدينة وبحسب مصادر السورية فقد تم اجلاء مئات الاشخاص منذ بدء وقف اطلاق النار واجلي اليوم اكثر من مئتي شخص من مدينة حمص القديمة في اطار العملية الانسانية التي تشرف عليها الامم المتحدة وافاد محافظ حمص ان شاحنات المساعدات الغذائية تمكنت من الدخول الى حمص القديمة مشيرا الى ان السيارات التي تنقل المساعدات ستقوم باخراج عدد من المدنيين من جانب اخر اقتحم مسلح داعش مخيم اليارموك في دمشق واقتطف العشرات من سكانه وفق ما ذكره المسؤول الاعلامي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة انور الرجاء الى ذلك هاجم مسلح جبهة النصرى قرية الداوية الصغرى بريف القنيطرة وقتل ثمانية مدنيين واحتجز العشرات من سكانها